قد يكون الغالب توديع عامك المنصر بمزيد من الحدوء والسكينة واستقبال العام الجديد بالكثير من الأمنيات أو القليلة فهذه ليست أزمة لكن هذا ليس في قاموس كوريا الشمالية هذا البلد الذي اختار أن يختتم عام 2022 بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية وبدء عام 2023 بإعلان استراتيجية تعزز من ترساناته النووية نعم هذا ببساطة ما أعلنه الزعيم كيم جونغ أون يدخل كيم العالم العام الجديد وهو يمني النفس بإنهاء الصراعات التي أرهقت البشرية لكن هذا لا يبدو خيارا متاحا في عام دقت ساعاته الأولى نقوص خطر حرب لو اندلعت قد تنهي العالم فهذه بيونغ يونغ لم تكتفي بتجاربها الصاروخية غير المسبوقة بل إنها كشفت عما يشبه استراتيجية دفاعية تدور حول تطوير نظام جديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات بقدرات نووية هذه الأهداف التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي أتبعها بدعوة صريحة لإنتاج واسع لأسلحة نووية تكتيكية لتعزيز ترسانة بلاده مع مضاعفة الجهد لإنتاج أسلحة قوية تتفوق على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هدف آخر لم يخفيه كم وهو الذي أكد مرارا سعي بلاده نحو امتلاك أعظم قوة استراتيجية في العالم القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل في القرن بحسب وصف الزعيم كما يحب أن يطلق عليها تتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق بيونج يونج ثلاثة صواريخ باليستية قطعت مسافة تبلغ 350 كم تقريباً قبل أن تسقط في البحر الشرقية ما دفع القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى إصدار بياناً قالت فيه إن الإطلاق الأخير لم يشكل تهديداً مباشراً على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزعي للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص بكوريا الشمالية كما دفع صول لتهديد كام بنهاية نظامه إذا فكر في استخدام الأسلحة النووية هي خطوة إذن تستكمل النهج الاستفزازي الذي يخطوه زعيم كوريا الشمالية في الأشهر القلائل الماضية كرد غاضب تجاه تدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة من جانب الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان ترجمة نانسي قنقر